ولنقاش هذا الملف يحضروا معنا في الستوديو الكاتب والباحث السياسي دكتور فالح خطاب أهلا بكم دكتور دكتور ما مدى أهمية هذه التظاهرات التي يستعد الشباب للخروج فيها يوم غد وإصرارهم عليها رغم القمع الذي شهدوه في الأيام الماضية بسم الله الرحمن الرحيم يبدو أن اليوم الموعود وصلنا إليه يوم 25 والعزيمة يبدو أنها قوية وأنه المنتفضين الذين قرروا أن يقوموا بهذه التظاهرة مضوا في عزيمتهم وأن النظام القائم الآن في بغداد نظام القمع أتى صاغرا وكل ما عليه وكل اللي فعل الآن اتخذ المزيد والمزيد من الإجراءات الأمنية وحالات الطوارئ الآن الأخبار التي تأتي من العراق من العراق كافة العراق ليس فقر بن بغداد أن هناك حالة طوارئ كبيرة جدا للنظام هناك تنقلات كبيرة جدا في صفوف القيادات العسكرية والأمنية هناك إجراءات كثيرة وعلنت حالة طوارئ حقيقية هذا يشي بأنه النظام القائم يشعر بخوف شديد جدا حتى لو لم تحسم الأمور غدا فهذا هو بداية التغيير الحقيقي في العراق الذي سوف يكون له ما بعده غدا سوف يكون بداية تغيير حقيقي في العراق حتى لو لم تكن نتائجه واضحة غدا لكن هذا بداية التغيير بكل تأكيد هل يمكننا اعتماد الخطوات الأولى لهذا التغيير بالنظر إلى مواقف النقابات نقابة المعلمين نقابة الفنانين وكذلك نقابة المحامين التي خرجت للتظاهر أيضا طبعا هذا التطور مهم لأنه نحن نعلم عندما بدأت الانتفاضة هذه بدأت بشباب شباب يعني عزل شباب كسب شباب بسطاء شباب ثم توسعت لكن يوم دخول النقابات عامل مهم جدا لا ننسى أيضا العشائر القبائل التي أعلن كثير منها مساندتهم للانتفاضة وبالتالي نحن أزاء ثورة حقيقية يعني من وصف هذه التظاهرات في البداية بأنها تظاهرات مطلبية مجرد خدمات كهرباء ومياه وكذا الآن لم يعد هذا الأمر قائما مع توسع هذا الأمر هناك إصرار هناك يعني عندما تكون هناك تظاهرات واسعة تشمل النقابات المثقفين كل الحرفيين كل الاختصاصات إضافة إلى كما قلنا القبائل والعشائر هذا يشي بأنه نحن يعني على وشك إحداث تغيير كبير جدا وأن هذا النظام لم يعد لديه ما يقدم سوى القمع وإذا استمر أو إذا نجح في تخطي هذا ما يحدث غدا وما بعد غدا فسيكون هذا كله مؤقت بانتظار التغيير الشامل دكتور كيف يفسر التناقض لدى الجهات الحكومية حول محاولات إفشال وقمع هذه التظاهرات المطالبة بتأجيلها ربطها بالأربعينية والحديث أيضا بالمقابل عن الإصلاح يعني هذه كلها كمان ألم محاولات تزوير وتزييف محاولة الخداع محاولة شراء الوقت محاولة الخروج بأقل الخسائر لكن نقول الوقت فات القطار فات على هذا النظام لأن هذا النظام فاسد فاسد فساد لا يمكن تصوره ولا يمكن تقيله وحتى المبادرات أو ما تسمى المبادرات التي يعلنت هي مبادرات زائفة وكاذبة لا ترتقي لكي تتسجيب لحاجات الانتفاضة هناك النظام القائم يحاول أن يشتري الوقت يحاول أن يدملم صفوفة يحاول أن يرتب أوراقه إضافة إلى أنه يحاول أنه يبعثر الأوراق يحاول أنه يعني يأتي بكل سحر يمكن أن يفعله لكن الأمور فاتت عليه هناك أشياء كثيرة يعني هو الآن النظام يعيش في مرحلة ترد الفعل وليس الفعل إلى أي مدى ساهمت نتائج تحقيق في قتل المتظاهرين ساهمت في تأجيج الوضع لدى المتظاهرين والمواطنين المؤمنين بهذا التغيير الذي يطالبوا به التقرير ساهم جدا يعني ساهم مساهمة كبيرة في تأجيج ما نشاهد اليوم لكن عمليات القتل نفسها سفك الدماء التي حدثت والذي كان التقرير نتيجة لها ساهمة يعني هذا الأمر وذاك الأمر ساهموا في هذا الأمر وربما غدا نشهد حالات قمع أيضا لأنه غدا النظام أعد عدته طبعا كما نعلم الانتفاضة استفادت من المرحلة الأولى عندما خرجت وفعلت وقدمت استفادت عندما توقفت لمدة أيام التقاط الأنفاس درست التجربة كذلك النظام نتوقع أنه درس الوضع جيدا ربما غدا يكون هناك الكثير مما يفعلها النظام ربما هناك قضية يعني محاولة دس هذه المرة دس حقيقي من قبل النظام سيبعث مندسين سيحاول ركوب الموجة لكن نقول أنه الكل لا على بصيرة المنتفضين بصروا ما يريدون يعرفون ما يريدون والنظام كذلك يعرف ماذا يريد وبالتالي هناك مواجهة حقيقية غدا ستكون بكل الأبعاد دكتور هذه المواجهة فعليا هي مع الجهات الحكومية لكن هي أيضا مع الجهات الخارجية التي تتحكم في الشأن العراقي نتحدث عن الاحتلالين الأمريكي والإيراني نعم هذا صحيح مية بالمية ولذلك الشعب العراقي المنتفض يدرك جيدا هذه المعادلة طبعا هي معادلة صعبة هي معادلة ليست متساوية يعني الشعب العراقي لعزل الشباب المنتفض العزل الذي لحد الآن هي محاولته سلمية هو يدرك جيدا أنه أزاء احتلال أمريكي يرعى الوضع القائم واحتلال إيراني مباشر وبالتالي لكن استمرار الانتفاضة رغم إدراك هذا البعد وهذا التفاوت في القوة يعني يشي بأنه الشعب العراقي والانتفاضة العراقية ماضية في طريقها رغم الخدلان الأجنبي واضح الخدلان الأجنبي الولايات المتحدة الأمريكية لو غير هذا يعني كما قلنا في مناسبة سابقة في هونج كونج لم يحدث هذا كله ولكن فعلت الأفاعيل للولايات المتحدة في أماكن أخرى تتكلم عن حقوق الإنسان وكذا لكن عندما يتعلق الأمر بانتفاضة شعب انتفاضة حقيقية الولايات المتحدة تسكت وترعى تدير الأزمة كما نعلم تدير الأزمة بانتظار أن ينتج شيء جديد حتى تسيطر على الوضع أكثر وأكثر ما هي السبل السلمية المتاحة لدى المتظاهرين لمواجهة كل هذه التحديات الداخلية والخارجية الاستمرار في الانتفاضة هذه الانتفاضة يجب أن تستمر يجب أن تقوى يجب أن تبقى يجب أن يشارك فيها كل الشعب العراقي حتى الذين كانوا مترددين ربما مترددين ليس لعدم إيمانهم بهذه الانتفاضة ولكن مترددين لشعورهم بالضعف أزاء الوضع القائم لكن هذه الانتفاضة يجب أن تستمر يجب أن تقوى يجب أن تبقى لأنه الوضع في غاية الضعف إيران ضعيفة في العراق الولايات المتحدة ضعيفة في العراق النظام ضعيف جدا في العراق رغم الحراب رغم الميليشيات رغم الحشد الهائل من السلاح والتسليح لكن كل هذه مظاهر ضعف المظهر الحقيقي والقوي هو مظهر الشعب المنتفض الذي سوف لن يخسر شيء سوى الأغلال التي هو فيها شكرا جزيلا لكم دكتور الكاتب والباحث السياسي دكتور فالح خطاب كنت معنا في ستوديو العراق اليوم مرحبا بكم ترجمة نانسي قنقر